بيان عاجل من الرئيس السيسي عن سد النهضة والنداء الأخير وإثيوبيا تطلب من مصر والسودان تعويد وتطلب طلب مضحك ننشر لحضرهكم التفاصيل والتودد التركي لمصر زاد عن حده ننشر لكم ماذا قال وزير الخارجية التركي لمصر وصدمة تفاصيل مقتل إمام مسجد بالشارع في مصر وفي بيان مشترك عاجل مصر والسودان عن سد النهضة ننشر لحضرهكم التفاصيل وعاجل وزير الداخلية السعودية يعلق على إعدام داعشي مصري صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو هذا مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزي نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر وانتوا أدها وطنيين نبدأ بأول خبر وخبر مضحك وهو إثيوبيا تطلب من مصر والسودان تعويض وتطلب طلبا مضحكا ننشر لحضركم الآن التفاصيل في باحثون إثيوبيون دعوا إلى مطالبة مصر والسودان بدفع تكاليف أنفقتها إثيوبيا على حماية التربة والمياه في حوض النيل على مدار أربعين سنة نقلت وكالة الأنباء الإثيوبيا رسمية إينا عن مدير مركز المياه والأراضي بجامعة أديس أبابا جيد زيليكي أن أديس أبابا لها الحق في مطالبة دولتين مصبب دفع التكاليف التي أنفقتها لحماية التربة والمياه في حوض النيل منذ أربعين سنة وتنفذ إثيوبيا أنشطة لحماية البيئة والموارد الطبيعية حسب كلام إثيوبيا في منطقة حوض النيل على مدار العقود الأربع الماضية بحسب الوكالة التي ذكرت أن مصر والسودان هما المستفيدان الرئيسيين من نهر النيل دون أن يكون لهم دورا في حمايته والحفاظ عليه ورأى زيليكي أنه يتعين على مصر والسودان دعم جهود إثيوبيا المتواصلة في مجال الموارد الطبيعية وحماية البيئة في حوض النيل من جانبه قالا مولجوتا أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية الإثيوبية للإدارة إن التنمية الخضراء المتكاملة أمر بالغ الأهمية في عالم يشكل فيه تغير المناخ تحديا يرى الخبراء الإثيوبيون أن الحفاظ على الموارد الطبيعية يمثل المفتاح لحماية تغير المناخ متوقعين في الوقت ذاته أن يوفر إنشاء سد النهضة الكهرباء لمدة 140 سنة وفي حال جرى العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية بشكل صحيح ولم يتم منع دخول الطمه إلى السد فإن عمره التشغيلي سيكون 375 سنة بحسب الباحثين اعتبر الخبراء أن إحدى الفوائد الرئيسية للسد وخاصة للسودان هي الوقاية من الفيضانات المصدر معانا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية طبعا يعني إثيوبيا بدأت له الطلب مضحك جدا من مصر والسودان يعني إحنا ليسنا ما خلصناش موضوع سد النهضة أنتم مستعجلين ليه؟ يعني بعد موضوع سد النهضة ما يخلص إن شاء الله بانتصار مصر في هذه القضية إذا كان سياسيا أو عسكريا نبقى نتكلم بقى في حوار يعني تعويضات بتاعة الأربعين سنة اللي فاتوا لحماية نهر النيل أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر المضحك لإماما يعني مش شايفوا إلا إنه خبر مضحك لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا نخش على الخبر التالي ننتقل خبر آخر معنا وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن سد النهضة وإن ده الأخير الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة التواصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ولكن فين؟ تعالوا نعرف الرئيس السيسي أهل الكلام فين؟ المتحدث باسم الرئيسة المصرية بسام راضي أعلن إن الرئيس السيسي ناقش مع رئيس التنزانيا سامية حسن تطورا قضية سد النهضة حيث أكد الرئيس على ضرورة التواصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد وتم التوافق على دعم مصاري المفاوضات من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف التلاتة والحفاظ على الأمن المائي لدولتي المصب ناقشت طرفان تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري للمهود التنموية التنزانية خاصة من خلال مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا المصدر معنا كان من RT أترك لحضركم التعليم على هذا الخبر الهام ننتقل لخبر آخر معنا والتعدد التركي لمصر زاد عن حده تعالوا نعرف ماذا قال وزير الخارجية التركي لمصر وزير الخارجية التركي قال إن في حاجة للكثير من التعاون بين تركيا ومصر بخصوص عدد كبير من الملفات في المنطقة والعالم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جاليك كان قد أكد إن العلاقات مع مصر متجذرة واستخبارات البلدين على تواصل أوضح أن استخبارات البلدين تواصل محادثاتها حول المسائل الأمنية رغم انقطاع العلاقات بين مصر وتركيا أشار إلى أن المحادثات التي بدأ بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية تابع قائلا من الآن فصاعدا سيتم انتخاذ خطوات تمكننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات وبين جاليك أنه لدى تركيا ومصر أمورا عليهم القيام بها بشأن العلاقات الثنائية والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها والبحر المتوسط ومستقبل العلاقات بين البلدين أكد أن تركيا تحمل نهجا إيجابيا بهذا الخصوص وفي وقت سابق اعتبر رجل طيب أردوغان أن مصر وتركيا تجمعهم علاقات قوية وتاريخية أشار إلى أن هناك وحدة في القدر بين شعبي البلدين المصدر معنا كان من وكالات وعاوز عرف رأي حضراتكم في التودد المستمر من الجانب التركي تجاه مصر ننتقل لخبر آخر معنا وصدمة تفاصيل مقتل إمام مسجد بالشارع في مصر قتل إمام وخطيف في وزارة الأوقاف في محافظة الدقاهلية في مصر بعد أن تعانه أحد أقاربه بآل حاد تمكنت مباحس المركز من إنقاء القبض على المتهم وتبين وجود خلافات عائلية بينهما منذ فترة وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتبين أن وراء الواقع شاب يدعى عين ألف طالب بكلية الهندسة وهو أحد أقارب قتيل من ناحية المصاهرة وتمكنت مباحس المركز من إنقاء القبض عليه وبالفحص تبين أن المتهم ترصد المجني عليه بسلاح أبيض وطاعنه عدة طعنات نافذة في الوجه مما تسبب في مصرعه في الحال أهالي القرية أكدوا أن الخلافات العائلية تسببت في تربص المتهم بالمجني عليه وضربه في وجهه بآلة حادة وتركه غارقا في دمائه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق مصدر معانا كامل الوطن أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ربنا يرحم يا رب الشخص اللي تم قتله ويعني إن شاء الله النيابة العامة والقضاء المصري في حالة ثبوت أن الجاني يعني قام بهذا الأمر بفعل التربص وإن شاء الله النيابة العامة والقضاء المصري هيوقعوا أقصى عقوبة عليه نتقل خبر آخر وفي بيان مشترك عاجل مع مصر والسودان عن سد النهضة ننشر لحضركم التفاصيل أصدر وزراء الخارجية والرأي في السودان ومصر بيانا مشتركا مساء الأربعاء بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي وذلك بعد زيارة رسمية ليوم واحد للسودان قام بها وزير الخارجية سامح شكري ووزير رأي محمد عبد العاطي والاجتماع بكبار المسؤولين في السودان ذكر البيان أن المباحثات جاءت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل بين الجانب المصري والسوداني وتركزت المشاورات وفقا للبيان حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي حيث اتفق الطرفان على المقاطر الجدية والأثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة أكداء على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعيد الإقليمية وقرية والدولية لدفع إثيوبي على التفاوض بجدية وحسنية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مزدود بسبب التعند الإثيوبي وتوافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي قارة الإفريقية وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لضرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاك سياساتها قائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتين مصد مصر والسودان والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح مصر والسودان وأعرب وزراء الخارجية والرأي في السودان ومصر عن بالغ القلق تجاه الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية أكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول التلاتة وتحقق مصالحها المشتركة المباحثات تطرقت كذلك إلى العلاقات السنائية بين مصر والسودان حيث أكدت مصر والسودان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبين البلدين المصدر معنا كان من صحيفة مصروي أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر معنا وحاج الوزير الداخلية السعودي يعلق على إعدام داعشي مصري وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز ابن سعود ابن نايف علق على تنفيذ حد الحرابة بمصري ينتمي لتنظيم داعش قتل رجل أمن أثناء أدائه صلاة الفجر في محافظة جدة وقال ابن نايف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تم القصاص الله يرحمك يا بطل وأرفق مع التغريدة صورة رجل الأمن وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت تنفيذ حكم القتل حدا بحق وليد سامي الزهيري مصري الجنسية المدام بتهم قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة هادي بن مصفر القحتاني وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى بمسجد في محافظة جدة المصدر معنا كان من صحيفة المصري نترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام نتقل خبر آخر سريع ومصر تعلن موعد طرح أول سيارة من نوعها في مصر كشف وزير قطاع الأعمال في مصر هشام توفيق مستجدات العمل على تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر من قبل شركة النصر للسيارات الوزير أعلن أصول أول 13 سيارة مصنوعة في الصين ويتم فك سيارة منها للمهندسين للتعلم عليها فيما السيارات الاثناشر الأخرى يتم إجراء اختبار قيادة عليها لمسافة 30 ألف كيلو متر توفيق أضاف إن إجراء اختبار قيادة عليها لمسافة 30 ألف كيلو متر ضروري قبل بدء عملية التصنيع وذلك لتحديد كافة الأمور المطلوبة لمناخ العمل في السوق المصرية لافتا إلى هذا الاختبار يستغرق ثلاثة أشهر بعدها يتم بناء المصنع ومن ثم تحديد الشكل النهائي للسيارة واحتوياتها مؤكدا أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع أول 100 سيارة مصرية كهربائية بحلول أغسطس 2022 وتابع ستبلغ الطاقة المحددة للعام الـ 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة وأكدا أن الاستعدادات جارية فيما يخص بالتمويل وتجهيز محطات الشحن الكهربائي كما أن العامين الأولين سيتم فيهما ضخ سيارة فقط إلى السوق المحلية والعمل على اختبار جدارة هذه السيارة غير أنه وصفها بالفعل بأنها ممتازة وتتحمل الظروف الشاقة جدا أوضح أن طاقة الانتاج المحددة تشمل السوق المحلية فقط وليس التصدير الذي يمكن البدء فيه مع زيادة المكون المحلي منوها بأنه جاري للعمل على هذا الملف بالتنصيق مع أحد المراكز البحسية المصرية من أجل الوصول إلى تصنيع البطارية باعتبارها تمثل سلس تكلفة السيارة وأنه حال الوصول إلى بطارية تكون مصرية في أغلب مكوناتها وسأتنم بحث زيادة صناعة مكونات السيارة لتتخطى نسبة الـ 75% ومن ثم يبدأ الحديث عن التصدير للخارج المصدر معنا كامل الوطن أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر نتمنى الخير إن شاء الله لبلدنا بإذن الله جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة كان معكم العبد الله فقيل إسلام الأمين إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته